الهدنة في غزة فضحت ما آل إليه القطاع من وضع مأساوي يعيشه السكان بعدما قضى الاحتلال الإسرائيلي على مقومات الحياة الأساسية من خلال تعمده استهداف البناء التحتية ومنعه الوقود من الوصول لكامل مناطق القطاع وحصاره للمستشفيات ويعيش النازحون والناجون من الحرب في قطاع غزة في ظل ظروف صعبة من خلال محاولاتهم البائسة لتأمين الطعام الذي اختفى مما بقي من الأسواق والمحل التجارية وبات اعتمادهم الرئيسية على ما تقدمه المنظمات الإغاسية من سلع ومواد غذائية تلب احتياجاتهم ويضطر السكان في غزة للوقوف لساعات طويلة في طوابير من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وبخاصة من الوقود وغاز الطهية حتى تحول الحطب إلى الوسيلة الوحيدة للطهية أمام الجميع نفس المعاناة تتكرر للحصول على بضع لترات من المياه التي قد تكون غير صالحة للشرب مع توقف محطات التحلية عن العمل بسبب نقص الوقود وهو الأمر نفسه مع محطات الصرف الصحية التي توقفت عن العمل هي الأخرى حتى باتت شوارع غزة غارقة بمياه الصرف وسط مخاوف من انتشار الأوبئة والأمراض وبحسب منظمة الصحة العالمية فقد حذرت من أن تكدس السكان في مناطق من قطاع غزة قد يؤدي إلى انتشار الأمراض المعدية في حين لم تصل أي مساعدات خارجية لأجزاء من شمال القطاع منذ أسابيع ووصف متحدث باسم الأمم المتحدة الوضع بأنه جحيم على الأرض